واليوم أضيف إلى أحزان هذه الأمة حزن جديد في السودان يدفع المدنيون ثمناً ضخماً للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز آن لتلك المواجهات أن تتوقف وأن تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار صوناً لدماء الشعب وحفاظاً على السودان ومقدراته ووحدته الطرابية وسلامة مؤسساته الوطنية أنني أدعو لأن تكون قمة جدة علامة بدء لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي وتوخل مصلحة العليا للدولة السودانية وليس المصالح الضيقة لفئات أو أشخاص الحقيقة سيادة الرئيس أننا نسعى لإيقاف نزيف الدم والخسائر في كافة ميادين الاحتراب الأهلي حيث لا منتصر ولا مهزوم والأزمات العربية تشهد الآن حالة من التجميد مقارنة بأوضاع أشد اشتعالاً شهدناها في السابق خلال العقد الماضي وهي فرصة يتعين اغتنامها من أجل تفعيل حلول عربية لتلك الأزمات العربية ففي سوريا وأرحب هنا بالرئيس بشار الأسد بعد أن عادت سوريا إلى مقعدها في هذا المجلس الموقر ثمت فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة التي تعاني منها البلاد لما يربو على العقد سواء في أسبابها وأصولها التي يظل الحل السياسي السبيل الوحيد لتسوياتها أو في تبعاتها التي تجاوزت حدود الوطن السوري ويحدون الأمل في أن يكون للعرب إسهامهم في إيجاد الحلول الناجعة للأوجاع السورية العديدة السيد الرئيس لقد عانت المنطقة العربية زمناً ولا تزال من التدخلات الإقليمية في شؤونها ولم تنتج هذه التدخلات سوى حصاد من التمزق والفرقة والدم واليوم ثمة إشارات على أن نهج الجيران يمكن أن يتغير أنني أرحب مجدداً بالاتفاق الذي يقع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس الماضي فالعلاقات مع الجيران كافة يجب أن تتأسس دوماً على أساس من احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إنها مبادئ أساسية في مثاق الأمم المتحدة وهي مبادئ تتمسك بها دولنا الوطنية ولا تفرط فيها